لما تاخد تصريحاته كريستو تاخد تصريحات رضا سليم موهبتين صاعدتين طبعا رضا أكبر شوية وأكثر خبرة لكن موزنين قوي تحبوهم عارفين قيمة المكان اللي هم فيه عارفين يعني ايه أنا ما عودش لاوي بوزي لما ألعبش وعارف إن هو مقدر قوي موجود وكتر خير الدنيا وأنا لازم أتعب أكثر من كده عشان أخد فرص أكثر من كده دي اللعيبة اللي تتمنىها تبقى موجودة في الفرق أبراهيم يعني أنا سعيد بالاتنين دول لإني شايفهم شخصيات سليمة وأنا بأتكلم على الشخصية الشخصية بتساعد الفرق بتساعد نفسها على ناسك معلول كده أصل معلول جايلك بخبرات عالية جدا فجايلك ناضج يعني أنت حدفته اشتغل ورد السليم على فكرة من نوع ده لأنه برضو جايلك فكرة كمان قدوس يماشوا كويس قوي مع السيراميك لحد السنة بس إديني عشار ماتشا وأقول لك الحمد لله اللي أعرناه عشان نشوفه كويس لكن واحد عمل هاتريك واحد ده هو عنده مهارة طيب مهار راجل عشان كده مرضاش يمشي لا كل الرجل مختنع بيه جدا شايف أنه عنده مهارة وعنده لكن عايز تكمل الجانب التكتيكي بتاعه فهي طلع بره ياخد ساعات لعب أكثر ساعات لعب ويستكن من الجانب التكتيكي ما أنت مش كل واحد تشوفه في اللحظة المضيئة اللعيب عايز تقيمه صح يا صاز إبراهيم شوفه وهو كرة مش معاه وبعدين شوفه الكرة لما تجيله ويلعبها ويلعبها هيعمل ايه؟ أنا باق 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 بقتنع جدا باللعيب لما يلعب الكرة ويجري ويغير مكانه يعمل شفت يوسع طريق اللعيب اللي بيتحرك بدون كرة ده ده الأستاذ اللي بيعرف إزاي يتحرك لما يمتلك المهرة لما تجيله بقى مهرته بتنوره بقى واعتقد ان كولر عايز يشوف ده وعايز لما تقطع من الكرة في الموقف الدفاعية زي عشان كده بقولك الفرقة لان تدفع كاكوتلة من اول الفرود هو ده التنظيم الدفاعي لحد وراء محدش يسمح لحد في المنطقة الخطر يسلم ويشوت أو يباصي وما تعملش فاولات في الحتة الحزام ده لو درنا نعمل كده الدنيا حتبقى معانا مريحة حتى لو التحكيم ضدك ما حيبقى ضدك ازاي بقى لو انت حرمت الناس دي من الحاجات دي حتبقى الخطورة بعيدة عن مرمات ما يحسب لك شبنالك هتعوضوا بقى بالمهارة والتوفيق طب هتعمل ايه يعني ما احنا غلوبنا طب مدام غلوبنا نشوف رأيك كابتين جهات جريشة في الحاكم اللي ادار اشتركوا في القناة